في الاتحاد قوة، وقت الأزمات والحروب، لكن في زمن الوباء، ففي الاتحاد حياة، والحديث هنا عن جائحة كورونا. اللقاحات المضادة للفيروس أبرزت أزمة بعمق أزمة الجائحة ذاتها، وهي محاولة استحواذ بعض الدول على حصتها من اللقاح، ما يقطع طريق الدول الفقيرة للحصول على حصة عادلة. الاتحاد الأوروبي وضع نفسه في مرمى انتقادات الصحة العالمية، بعد فرده قيوداً على تصدير اللقاحات استناداً لقاعدة تنظيمية أوروبية تعمد إلى توفير اللقاحات لمواطني الاتحاد قبل تصديرها إلى دول أخرى. وتشمل هذه القيود بطبيعة الحال مصنعين لفايزر وأسترازينيكا، صاحبتي حصة الأسد حتى الآن في سوق اللقاحات الأوروبية. لقد كشف الوباء عدم المساواة في عالمنا. يوجد الآن خطر حقيقي من أن الأدوات التي يمكن أن تساعد في إنهاء الوباء، وهي اللقاحات، قد تؤدي إلى تفاقم نفس أوجه عدم المساواة. قد تخدم النزعة القومية فيما يتعلق باللقاحات أهدافاً سياسية قصيرة المدى. أدهانوم حث الدول والشركات المصنعة على مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافاً، محذراً من أزمة عالمية ثلاثية الأبعد. إذا احتفظنا باللقاحات لأنفسنا ولم نشاركها، فستكون هناك ثلاث مشكلات رئيسية. الأولى هي تسجيل فشل أخلاقي كارثي. والثانية، السمح بتواصل استعار الجائحة. والثالثة، ابطاء التعافي الاقتصادي بشكل كبير. مع تدخم أزمة قومية اللقاحات، تبدو أليتو كوفاكس التي أسستها الصحة العالمية لتجميع اللقاحات وتوزيعها خصوصاً على الدول الفقيرة في مهب الريح. ويبقى فقراء العالم في ترقب لمفهوم القرية الصغيرة. تلك التي تصعر أكثر وأكثر حين تكون المصالح متبادلة، لكنها تبدو بحجم المجرة حين تكون المصدحة لطرف واحد. سمح سيد العربية.